في السنوات الأخيرة بدأ كثير من الناس يسلطون الاهتمام على المشاكل النفسية للأطفال منها اللاجئين السوريين جراء المعاناة الكبيرة التي عاشوها أثناء الحرب الأهلية وما خلفته من قتل ودمار هائلين ففي العاصمة اللبنانية بيروت بدأ بعض الناس يسعون لعلاج هؤلاء الأطفال عن طريق إرشادهم وتدريبهم على مواجهة المستقبل بنظرة متفائلة وإيجابية في أحد شعار العاصمة بيروت تجلس نادين وهي لبنانية خبيرة في علم نفس الأطفال وسط مجموعة من الأطفال اللاجئين السوريين الذين يقومون بممارسة فن الرسم وعرض ما قاموا برسمه عليها أما إدريس رسم وطنه رسم بحر ومركب ورسم بوليس وقال لي أريد أن يكون كثير من البوليس لحمايتي فإنهم يشعرون بعدم الأمان أن فرصة التعبير عن هذا عدم الأمان وفرصة الاستمتاع بالألوان هي بحد ذاتها علاج لهم قبل سنتين عثرت نادين في أحد الشارع في لبنان على أسرة من اللاجئين السوريين كانت قد فرت من حلب السورية قبل أربع سنوات وسرعان ما أدركت نادين أن أطفال هذه الأسرة يعانون من مشاكل نفسية خطيرة جراء الحرب السورية المروعة وخصوصا الطفل أدريس الذي كان شاهدا على إصابة والده في تفجير مميت فبدأت نادين بعقد جلسات علاج النفسي عن طريق استخدام فن الرسم والتصوير ومشاهدة الصور أول مرحلة هي التعبير وهي أول مرحلة يمكن لأي معالج أو لأي أحد أن يبدأ بها أول خطوة هي التعبير ومن بعد التعبير التحليل وفهم ما هي المشكلة ومن ثم بعد فهم المشكلة فهم خلفية هذه المشكلة والمرحلة الثالثة هي العمل على حل هذه المشكلة إذا كنا نتكلم عن طفل هنا فنتكلم مع الطفل عن المشكلة وكيف يمكن أن نجد لها حلول وبعد مضي سنتين على ممارسة نادين لهذا نوع من العلاجات النفسية أصبح الأطفال في حالة نفسية أفضل وبدأوا يتماثلون للشفاء بشكل تدريجي مع تحسن مزاجهم الشخصي وتقبلهم للحياة برغبة وتفاؤل كبيرين ما يمكن للأر ترابي أو العلاج بالفن أن يفعله أن يغير رؤية الإنسان لهذا الواقع أن يجرب أن يضيء على الأشياء الإيجابية في هذه الواقع ويحاول اللايارة السلبية ويتأمل الإيجابية في المستقبل ترجمة نانسي قنقر